وللحديث حول هذا الموضوع أسعده باستضافة الخبير في الاقتصادية طاقة سيد كمال أيد شريف صباحكم سعيد وشكرا لتلبيةكم والدعوة صباح إذن سيد كمال أيد شريف كما تبعتم سلسلة من المشاورات وزيرات قام بها وزير التقاسي نوردين بوطرفة مع عدد من مسؤولي دول المنتجة والمصدرات للنفت أنتم كيف ربما ترون هذه سلسلة هذه المشاورات وكيف ربما ستعطي اثمارها ونتائجها على اجتماع الجزائر خاصة أن وضعية سوق النفط في العالم غير مستقرة أولا قبل أن أشكركم على الدواء وقبل أن أجيبكم على السؤال أنا أريد أن أطرح إشكالية الإشكالية المطروحة في السوق الدولي للبيترول وهذه الإشكالية كيف يمكن للدول المصدرة للبيترول أوباب أو غير أوباب وخاصة أوباب أن تجعل استقرار سوق الدولي للبيترول وتحبس هذا الانخفاض في السعر والحل الأول هو في أقرب وقت هو تجميد الإنتاج وهذا الدور الذي الوزير الطاقة سيد نوردين بوطرفة سيد دعب دور كبير ذهب إلى إيران وذهب إلى قطر وذهب إلى سوريا واليوم سيشوف في فرنسا مع السعودية الجزائر في أزمات أو أزمة سياسية أو أزمة إقتصاد تلعب دور والدور الذي سيلعب به السيد الوزير هو دور ليس جيو السياسي ولكن جيو الاقتصادي كيف؟ لماذا؟ لأن كل الدول المصدرة للبيترول أوباب أوباب ستنظر بالسعر 40-50 دولة تنظر اقتصادياً ولهذا يكون متفاعل باللي تكون نتيجة هذه اللقاءات تكون فيها نتيجة وحتى اللقاء تعالفوروم بتاع 27 اللقاء مع دول أوباب إن شاء الله متفاعل كثيراً باللي تكون نتيجة لا نقدرش نكمله في هذا السياح نعم حتى خبراء دوليين ربما متفائلين من هذا الاجتماع نظراً ربما للمساعي الجزائر نوعاً ما ربما بحث حلول لاستقرار أسعار النفط في العالم بالحديث ربما عن هذا الإشكال المطروح على مستوى سوق النفط الدولي أنتم ربما كيف ترون هذه المساعي مساعي الجزائر ووزير الطاقة نوردين بو طرفة مع مختلف المشاركين في هذا الاجتماع أولاً إجماع كل الدول وقابول كل الدول المنتجة البطول لكي تذهب إلى الجزائر وتدير ملتقى هنا في الجزائر حتى إيران قبلة السعودية القطر حتى روسيا دول من دول أوروبيب رأي قبلها ورأي حتى إيران قبلت خطر في فبري الماضي إيران مقبلش تدير هذا تشيد الآن كل الدول كانت تسعى لرفع إنتاجها حصتها من الإنتاج لكن في الوقت الرائد هي موافقة على دعم أسعار تجميل الإنتاج نعم ودعم أسعار النفط ما بين 50 و 60 دولار للبرميل نعم أنا اقتصاديين كل هذه الدول راحين يضطروا أقرب وقت وكان يكملوا على هذا النمط هذا السيرة ما يكونش اتفاق راحين يكون يكونوا مضرورين اقتصاديا خلينا ما نتبعوش خطر تبعنا هاد الدول كانوا يلعبوه دور السياسة الجيوسياسية ولكن الجيوسياسية جعلت النمط الاقتصادي يضغط على الاقتصاد تحديد البلدان حتى سعودية حتى إيران ما يقدروش يكملوا في هذا المنطق في هذا هذا الابوسيشيون دوغمونتي ولا يكونوا تتوى لكيما يقولوا مع المنطق غير ممكن حاليا نعم بالنظر ربما إلى أراء مختلف الدول الكبرى التي تتحكم في هذا المجال يعني الأمين العام المتدى دولي للتاقة ربما أبدأ تفاؤلا من هذا الاجتماع المرتقب في نهاية شهر الجري ما بين 26 إلى غاية 28 من سبتمبر الجري قال بأنه يعتقد أنه هذا الاجتماع سيتوج بنجاح نعم هذا الاجتماع لا يستطيع نتيجة إلا للدول المنتجة حتى الدول مستوردة الدول سيتوجد البيئة من السبب والمتدرول والمتدرول لا يساعدهم هذا الوضع حتى الدول المستهلكة للبيئة على مدى القريب سيضر لأنهم لديهم مجموعة التي سيستطمر في هذا الميدان لذلك البيئة البيئة المتدرول والمتدرول لا يساعدهم لحال الوضع الحالي للسوق البترول والسوق النفط حتى الغاز أو البترول أنا أقول في أقرب وقت الحل الأول هو تجميد الإنتاج ورحين مضطرين يروحون لهذه النتيجة ولكن في أقرب والحل المتوسط هو تخفير الإنتاج لكي نقوم بإجمال أكثر 60 دولار نخفض الإنتاج وهذا لا يمكن إلا بإجماع أوباب أوباب بالإجماع الدول المتدرول بالحديث ربما عن مواقف الدول السعودية مؤخرا في نهاية شهر أوت تقريبا ربما أنا أعتقد في تاريخ 26 أوت وزير التقاء السعودي أكد بأن استحال التجميد إنتاج النفط وقال بأن الحل ليس في التجميد وإنما يكون في حلول أخرى وإنما التجميد نظرا لزيادة الطلب أولا الإنتاج هو أكثر من الطلب يجب أن نحل هذا إنتاج يكون استقرار بين الانتاج والطلب كيف يكون الاستقرار بين الانتاج والطلب وإنما يكون تخفيض أو تجميل أولا يكون تجميد بيش نوصل إلى الاستقرار وبعد الاستقرار يجب نقول بيش نجعل ارتفاع السعر يجب نخفض بيش الطارب يكون أكثر من الانتاج والسعر يكون أكثر الحل الوحيد أنا ما نكونش ما نكونش مع هذا السعوديين يقول لك الحل هما الحل يقول لك زيو في غاني دي بار دو مارشي مايش حل وزيرت قاسعودي قال بأن السوق ليست بحاجة لتدخل كبير في الوقت الراهن ولن يتم إجراء أي محادثات بشأن تجميد الانتاج ومنوهن أيضا بأن الطلب العالمي على الخام يرتفع بشكل جيد الشكوك السعودية مشغل من يومها الشعودية هي تضرب قطك السعودية هل يمكن أن ربما الموقف السعودية يؤثر على ربما موقف الدول خلال اجتماع الجزائي؟ أثر أثر على أوباب السعودية هي أكبر منتج في أوباب وأكبر منتج حتى في السوق الدولي تأثير السعودية والروسيا عندها دور كبير حتى ربما كان له تأثير حتى أن خفضت الأسعار تعالنفتة بحوالي 4% ولكن أريد صدر أن أؤكد أن هذه الطريقة السعودية أو إيران أو العراق لتجعل لا يساعدها على أقرب وقت وخاصة على وسط الميدان أموانتام لأن الاقتصاد السعودي سيكون مضطر كثيرا مضطر كثيرا وأنا أقول الموضوع الجيو الاقتصادي سيضغط على موقف السعودية الجيو سياسي هنا موقف جيو سياسي لكي لا تفهم ما مع إيران وهنا نجعل الاقتصاصيين في اقتصاد في سياسيهم ولكن الموقف الجيو الاقتصادي سيضغط حتى على السعودية أو إيران أن تقبل هذا تجميل الانتاج لصالحهم لصالح اقتصادهم وزاعة نفط الإيرانية قلت بأن تهران ستتعاون مع منظمات البلدان المصادرة للنفط لإعادة الاستقرار إلى سوق العالمية وهذا هو الدور هل هذا ربما يخلى الدور للموقف السعودي يرفض؟ لا السعودية عندها تحالف ثانية مع نوانية المتحدة وتحالف أخرى سياسيا لتجعل أن تكون بلد الأوسط يكون عندها موقف أكثر من المازم وما تخليش إيران تاخذ الموقف هذا ولكن حاليا وهذا ما يعملوا دور سيبو طرفها وزير الطاقة حاليا راح يضغط راح يتكلم ويوجه نداء نتعو على إجماع على ميدان الاقتصادي نخلوا الميدان السياسي في جيها ونروحوا الميدان الاقتصادي ليساعد كل البلدان المنتجة للبترول هذا هو أنا النتيعة بها قد كان متفائل الميدان الاقتصادي راح ينعب دور في هذا الملتقى وإن شاء الله يكون تجميد إن شاء الله بالحديث عن الموقف السعودي وكالة الأنباء ريترست نقلت خبرا عن مصادرها بأن السعودية ستعين فريقا جديدا لها في الأوبك على الأرجح هل يمكن ربما أن يؤثر هذا التغيير على ربما السياسة النفطية لسعودية في الأوبك هذه رأنا في منافس رأنا ما يقول حرب حرب اقتصادية دولية وحرب نفطية دولية دونك هنا رأنا غير إنرجيتيك مونديال والسعودية رأي حب تلعب دور في هاد غير إنرجيتيك في المرش مونديال باش باش تبين روحها وعندها دور على كل حد أنا أقول بكل صراحة هاد المنطقة السياسية وهذا الدور تاع السعودية الدور المناط السعودية رأي تنفس في المرش مونديال باش تقبض ولكن في هذا الميدان مشكيش السعودية تقدر تكمل في هاد الابوسيش مونديال هذا بكل صراحة مونديال مهما كان الحال شوف كيف كانت في واحد عامين من هذا كيف شكوك ستنقص لأن الاقتصاد ستنقص وراه تأثير أسعاب بطول الاقتصاد السعودي كثير تأثير كبير لهذا قلت هذا الشكوك وهذا السعودية اليوم تقول هكذا واتقول هكذا إن شاء الله يوم السبعة وشرين سبطانب راح يكون موقف سعودية مع كل الدول المنتجة البترول في صالحها وفي صالح كل الدول المنتجة البترول وغير الدول المنتجة البترول نعم ذكرت في بداية حديثك أستاذ كمال أيت شريف فيما يخص ربما الإشكال الذي ربما مطروح على الساحة النفطية في العالم هو مشكلة استقرار الأسعار وتخفيض يعني والإشكال المتعلق ربما الحل المطروح في الوقت الراهن وهو تجميد الإنتاج الجزائي منذ البداية عبرت عن رفضها لهذا الحل وإنما قالت أنه لابد أنه حل مؤقت فقط حل مؤقت أنا أقول أنه حل مؤقت وحل متوسط حل مؤقت هو تجميد الإنتاج لاستقرار السعر لاستقرار السوق أكثر ولكن موين تام لأن الأسعار يكون كما قال سيد الوزير من 60 حتى أكثر من 60 دولار يجب يكون تخفيض الإنتاج وهذا التخفيض الإنتاج لا يمكن يصر لأن يكون الجزائر تلعب دور في هذا الكنسانسيس إن شاء الله راح تلعب دور فعالكم كيف يمكن للجزائر أن تنجح في إقناع هذه الدول الأعضاء في المنظر الجزائر تلعب دور في ميدان الاقتصادي أنا نقول كان ميدان السياسي ولكن ميدان الاقتصادي خطر لكن لعبوا الدور في المياه في الجيو الاقتصادية راح نجعل هذي البولدان ما يقدروا يقولوا ما راناش مضطرين في هذه الأسعار الأسعار راح تضطر كل الدول المنتجة للبيطول دونك الجزائر هي تلعب دور في الميدان توجيه الجيو الاقتصادية كبيرة خطر هذا هو اللوب الموضوع الاقتصاد راح يجعل باش نكون الاقتصاد تعنا مظاهر يزوم الأسعار يكونوا في استقرار ويكونوا يرتفعوا كيف يرتفعوا هل التجميد راح يرتفعوا الاسعار راح يجمد الاسعار على 50 دولار ومس الحل الثاني هو انخفاض الانتاج هذا تكون مشكلة هنا في الانخفاض كأنني ما يقبلوش الانخفاض الانتاج ولكن على مادة المتوسط ما يقدروش يكملوا يستثمروا بهذا السعر ب40 دولار ولا ب50 دولار الاستثمار في في إنتاج البيترول غير ممكن المردودية لم يكن لدينا مردودية بهذا السعر لماذا حتى أن نكملوا نرتفعوا وننتجوا نستثمروا الاستثمار بهذا السعر مربودية لا يوجد المردودية كأنها التجميد حيث النيفضل في 42 دولار هل سعودية وإيران حتى إيران يستثمر بهذا السعر هل ساعد إيران هل ساعد العراق هل ساعد روسيا هل ساعد سعودية لا يمكن هذا هو دور الاقتصادي الاستثمار لا يكون نتيجة بهذا السعر بحديثك ربما عن العراق اللي يعد الآن هو الحجر العطرة في طريق المفاوضات نظرا للموقف المتعنث من العراق فرأيكم كيف يمكن أن ربما تقنع الجزائر العراق بهذا ربما حتى تغير موقفها من ربما السياسة المعتمدة في الوقت الحالي نعود إلى الاقتصاد والميزانية كل بلد البلد يجب أن تحسن في ميزانية التاحة ميزانية التاحة باش تتحسن خاصة البلدان اللي راهين ديبندان ديزدرو كابير الجزائر كبنزوة كإراق العراق راهي تعتمد كثيرا على البترول حاليا العراق ما تقدرش تكون كيبار إيران إيران عندها أمبرغو وحبت تستثمر باش تغمونتي أسو بري ما تقدرش تستمر العراق كذلك ليبيا كذلك في السعر الحالي في الوقت الحالي هذا السعر لا يجعل هذه البلدان يستثمروا باش يدخلوا خطر كين استثمر توسيح حساتهم الإنتاجين توسيح حساتهم لكن كين استثمر نكتر في الإنتاج نتاعي كين بيعو هل تأثير يكون على خمسين دولار لعشتين دولار كين بيعو بستين دولار يكونوا أحسن مكين بيع باربعين دولار لا نتاعي في الميزانية التاعي ثاني مالتأثير النتيجة الأولى هو إجمع هذا البلدان وحاصة بلدان بيترول بلدان أوباب لكن عندما يكون عندهم إجمع يكونوا إجمع كي تفهموا على تجميد الإنتاج لبودان أوباب وبودان غير أوباب يمكنوا يمشوا بيها اخصاة إن روسيا وهذه قابلة لذلك في أوباب يرى فيهم تشكك هذا هو المشكلة العاوز لكن إجماعي يكون في البودان أوباب على تجميد هذا الإنتاج سيكون حل باستقرار السعر كما قال سيد وزير بين 50 و 60 دورة بما أنه ربما اليوم الإشكال له في هذه الدول المنتجة للنفط راهي ما بين المتحفظة وبين الرافظة لمبدأ تجميد الإنتاج وخفض الأسعار في هذه الحالة ربما كل بلد منتج يسعى لتوسيع حصته في السوق الدولية من الإنتاج هنا في هذه الحالة هل هناك حلول لضبط ربما حصة كل دولة منتجة حتى لا يكون في هذا الاختلال وعدم التوافق ما بين الدول المنتجة هذا التجميد سيجعل هذا البلدان يعطون سوء لكل بي لكن لكن أنا حبيت نرجع سؤال الأول على هذو البلدان لا أحبوش يجمدوا الإنتاج أقول لك هذي كمباني هذي كمباني راهم يستثمروا في هذي البلدان هذي كمباني نون بيتروليا هذي كمباني دي بيي كونسومتور توتال شيل هذو راحين ما يقبلوش ممهما راهم نقصوا في الاستثمار في البلدان البترولية بهذا السعر عنا برك السعودية تقول و لكن في السعودية شكونا راهم يستثمر في إنتاج البترول سيدي كمباني تروجير في العراق سيدي كمباني تروجير ولا لذي هذي كمباني تروجير هذي السعر الحالي ما يساعدهم حتى الولايات المتحدة اللي راهم أكبر في إنتاج غاز البترول درشيست هذا لا يساعدهم و الستازيوني درشيست في أوروبا حال الواحيد هو حال الاقتصادي لاستقرار الإنتاج السوق الدولي للبترول لكي ساعد كل المنتجين وحتى المشتهركين إن شاء الله هذا ما يتمنى أيضا سيد كمال شريف الخبيل في اقتصاد الطاقة شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة وعلى هذه الشرحات شكرا جزيلا لكم